يشكو المواطنون بمحافظة شبوى تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية جراء ما تعيشه البلاد من وضع اقتصادي متدهور ناهيك عن تفاقم معاناتهم نتيجة استغلال التجار للمخاوف من تفشي فيروس كورونا المواد الأساسية السكر والدقيق والأرز رفعوا أسعارها بشكل جوين صراحة مع أنه رفع غير مبرر مع أن العالم كله في نزول إلا اليمن في ارتفاع فما ينبغي الاستغلال الأزمات الاقتصادية هذا أمر غير مبرر له معانات أخرى تثقل كاهل المواطن الذي أنهكته سنوات الحرب وزاد من معاناته ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية في ظل مخاوف انتقال كورونا إلى اليمن أنا يعني عراء في زيادة في الأسعار نعم في زيادة جنونية يعني هذا الغضم السكر شليت تغب شهرين أو ثلاثة شهر ب2600 ريال واليوم حصلت ب4500 ريال وهي قد 200 هاي الشهرين وهي في المحل لا طلع ولا نزل الجهات المختصة في السلطة المحلية نفذت عددا من الحملات الميدانية على المحلات التجارية لمراقبة أسعار المواد الغذائية وشكلت فرقا تطوعية تقوم بمتابعة وضبط المتلاعبين بأسعار السلع لدى بائع التجزئات والجملة قمنا بحملة حسب توجهات الأخ المحافظ مع أخواننا في قائدة النجدة وقسمنا على تقلها ثلاث فرق وتمضبط 15 تاجر ووضعهم في السجن الآن حالة استثنائية في حالة طوارئ لازم وضعهم في السجن مباشرة أي واحد من تسول له نفسه بزيادة أي شيء في أي مادة غير مبررة سوف يوضع في السجن تفعيل الجانب الرقابي وتوزيع أرقام غرفة الطوارئ التابعة لمكتب الصناعة والتجارة خطوة أخرى اتخذتها السلطات المحلية يقول الناس هنا أنها قد تسهم في الحد من التلاعب بالأسعار وتفعيل الرقابة المجتمعية إجراءات صالمة ستتخذها السلطات المختصة بحق المخالفين والمستغلين لحاجة المواطنين كما يقول المسؤولون ليبقى المواطن وحده من يتجرع مرارة الارتفاع المستمر للأسعار في ظل سلطات تتوعد وتجار يستغلون موجة كورونا الغائبة أصلا حتى اللحظة أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة